بعد أن اخمدت نيران الحروب وويلاتها وارثها الملتهب ما تزال الأرض تحتضن مصائد مجانية كآلة للقتل والدمار إنها الألغام والذخائر الحربية بأكثر من 275 مليون متر مربع في إقليم كردستان ملغمة بآلاف المخلفات الحربية وفق ما أشارت إليه تقارير أممية طبعا بالنسبة للضحايا شؤون الألغام حسب الإحسائيات الموجودة في قاعدة البيانات يقدر بـ 13563 ضحية من المدنيين الذين تعرضوا إما لفقد حياتهم أو تعرضوا للعواق نتيجة انفجار لغم أو مخلف حربية وفي يومها الدولي لم تصب هذه الألغام المقاتلين فقط بل حصدت المئات من أرواح المدنيين خاصة على الشريط الحدودي الممتدي من السليمانية وحلبتشا ودهوك وأجزاء من أربيل نتيجة تركة الحرب العراقية الإيرانية والتنظيمات الإرهابية بكل مناطق أقليم كردستان بكل حدود محافظات أقليم كردستان تلوث بالألغام والمخلفات حربية موجودة بدهوك بالأربيل بالسليمانية بالقرميان موجودة بس 60% يقع تلوث هائل من محافظة سليمانية وقرميان وتشير تقارير دولية إلى أن العراق يحتل المرتبة الأولى بجهود إزالة الألغام وتدمير الأسلحة التقليدية بإزالة آلاف العبوات الناسفة والمواد المتفجرة من مخلفات الحرب في كردستان والمناطق المحررة من داعش فيما تبقى المهمة شبهة مستحيلة بإزالة جميع الألغام في ظل ضعف الإمكانيات المادية وعمليات مسح دقيقة لها بشير الحسن قناة الفلوجة أربيل